أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله اتصالين هاتفيين اليوم بصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وبمعالي شيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح النايب الأول رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت وهنأهما خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصالين بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لي معالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح داعينا الله أن يمتعه بصحة والعافية وقد عبر سمو أمير دولة الكويت ومعالي النائب الأول رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت عن بالغ شكرهما لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره وتمنياته الأخوية سائلين الله أن يحفظه ويجزل له الأجر والمثوبة